موسيقى موسيقى سوائن سكوات العظيمة عاملين ايه؟ اتمنى كلكم تكونوا بخير وكل حاجة تكون ماشي معكم كويس وتكونوا انبساطوا في الأجازة بتاعتكم لأن ان شاء الله هنبدأ 3 سنوي يوم 15-8 كل سنة انتوا طيبين بداية عام دراسي جديد ان شاء الله السنة دي ممكن تكون طويلة شوية ولكن هتنتهي بخير طول ما احنا حطين هدف قدامنا بنسع ليه طول السنة من اول يوم من اول لحظة حطن نفسك هدف اتعاوز توصل لفين في نهاية 3 سنوي واشتغل طول السنة علشان ما تتعبش علشان ما تيقاسش لازم يكون ليك هدف يعني يا دكتور علشان ما تتعبش ازاي ما تتعبش التعب النفسي غير التعب الجسد احنا كده كده هنتعب السنة دي وهنجيب اخرنا مع بعض ولكن المهم ان انت تفضل مكمل لحد اخر السنة بنفس الحماس وبنفس القوة علشان نوصل للهدف بتاعنا فلو احنا مناش هدف من الاول مش هنعرف احنا عاوزين نوصل لايه يبقى من اول يوم من اول خطوة في سنوية عامة لازم يكون ليك هدف انا عاوز اوصل للكلية الفلانية انا عاوز اجيب المجموعة الفلانية حطن نفسك هدف واشتغل عليه طيب بالنسبة لنا بقى على موقع ثانولوجي هنكون شغالين ازاي علشان نوصل الهدف احنا هدفنا في الثانولوجي هو ان احنا نوصل للفول مورك في البغالج ده الهدف اللي احنا حطينه هو الفول مورك مش اهل من كده طيب هنعمل ايه على موقع الثانولوجي الاول للناس الجديدة معنا ومتعرفش احنا بنقسم المنهج لكورسات يعني ايه دلوقتي المنهج بيكون متقسم chapters كل chapter بيكون course طيب دلوقتي فيه في ثالت سنوة عندنا chapter كبير كده شوية اسمه reproduction chapter 3 فده بيتقسم على 3 courses لان هو chapter طويل شوية بنشرحه في 11 حصة فبنقسمه على 3 courses وهنفهم التأسيمه دي كمان شوية لما نبتدي نتكلم عن تأسيمة المنهج نفسها بس بشكل عام احنا بنقسمه على كورسات كل كورس عبارة عن chapter طيب الكورس ده محتويات وايه الكورس بيكون عبارة عن حصص يعني احنا دلوقتي بنقول ان الكورس عبارة عن شرح chapter طيب هيكون متنظم ازاي topics وخلاص لا بنقسم الكورس لحصص كل حصة بيكون بقى عبارة عن ايه كل حصة من الكورس بيكون عبارة عن فيديوهات شرح وبقول فيديوهات مش فيديو واحد لان احنا ممكن الحصة يكون ساعتين ثلاثة بيكون طويلة فعلا انت هتزهى او هتنام في النص او هتسرع في النص احنا مش عاوزين ده احنا عاوزين طول الحصة نكون مركزين فالحصة بتاعتنا الطويلة نسبيا دي بنبتدي نقسمها الفيديوهات اقصر شوية كل فيديو بنتكلم فيه عن topic معين يبقى الحصة بنقسمها لفيديوهات شرح مش فيديو واحد كل فيديو بيكون عبارة عن topic معين بناخده ونركز فيه ونشرحه بالتفصيل فانت تبقى مركز ان احنا في الفيديو ده بنتكلم عن الموضوع ده بس والفيديو مدته مش طويلة فانت مش هتسرح مش هتتوه مش هتنام في النص هتفضل طول وقت الفيديو وانت مركز ان شاء الله فتبقى بتستوعب المعلومات بشكل احسن وكمان انت لو اخدت الفيديو ساعتين ثلاثة وعاوز تقسمه لنفسك علشان تعرف تقسمه انت محتاج تكون عارف محتويات الحصة وعارف الجزء ده صعب ولا سهل مثلا فانا اخد الحتتين دول مع بعض او الحتة دي بس وبعدين اخد الاتنين دول يعني انت محتاج تكون فاهم المنهج علشان تعرف تقسمه لنفسك طب انت مش هتعرف تعمل ده الا ما تكون فاهم طب انت لسه بتدرس لأول مرة فعلشان كده دي وظيفاتنا بقى احنا بنقسم لك المحاضرة الطويلة الحصة الطويلة الفيديوهات قصيرة شوية هتلاقينا دايما في الشرح بنعتمد على اسلوب علمي بسيط بحيث ان احنا نكون حابين اللي احنا بندرسه احنا مش بس بنقود كلام نحفظه علشان نروح نقوله في الامتحان وخلاص كده خلصنا المادة العلمية البيولوجي علم الاحياء واحد من اجمل العلوم حرفينا اللي انت هتدرسهم في حياتك هيعلمك حاجات كتير قوي عن الحياة من حولنا ده اسمه علم الاحياء هنتعلم حاجات كتير عن الانسان والنبات فعاوزين نكون مستمتعين وانحنا بندرس علم الاحياء ونقطة كمان مهمة جدا 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 وهي التيرمينولوجيس يعني ايه تيرمينولوجيس تيرمينولوجيس هي المصطلحات العلمية طيب يعني ايه برضه دلوقت البيولوجي بنكتب او بنسمي الحاجات باللتن مثلا لما نبتري نتكلم عن وندرس الجمجمة هلاقي ان فيها حاجة بنسميها فورامين ماجنم ولكن لما نفهم معنى كلمة فورامين ماجنم هنعرف احنا لئي سمينا الجزء ده من الاسكالب الاسم ده فورامين يعني فجوة ماجنم يعني العظيم وده لان الاسكالب بتاعتنا فيها فجواء كتير ولكن صغيرة فاحنا جينا على اكبر فجوة فيهم وسميناها الفجوة العظيمة فورامين ماجنم وهكذا بقى هتلاقي في حاجات كتير قوي اسمقها باللتن بس احنا مش دارسين لتن طيب هنعمل احنا نحفظه خلاص اكيد لا علشان كده التيرمنولوجس دي نحن نبتدي نقسم الكلمة المقاطع ونفهم كل مقطع معناها ايه ده هيفهمنا الحاجة اللي احنا بنتكلم عنها وفي الاخر الكلمة دي هتطلع وصف في منتهى الدقة الحاجة اللي احنا بنتكلم عليها فعلشان كده مهم جدا تاني حاجة في الشرح بالاضافة للاسلوب العلمي اللي هيحببنا في المادة وهو نحن نركز نحن نفهم تيرمنولوجس ونفهم كل كلمة معناها ايه حرفية طيب بعد بقى ما نشوف الشرح بيكون فيه واجب تحل اونلاين واجب تحل على الويب سايت اونلاين وتصحح اوتوماتيك بحيث ان انت تكون الدنيا سريع معاك ما تستناش تحل في ورقة وبعدين تشوف الجايد انسر كل حاجة بتتصحح اوتوماتيكلي على الويب سايت بعد الواجب بيكون فيه فيديو حلل الواجب خطوة بخطوة بمشي معاك سؤال بسؤال نفهم فكرة السؤال نفهم ازاي نوصل للkeywords اللي بتوجه تفكرنا علشان نوصل للاجابة ودي حاجة مهمة جدا 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 الكيوورد هي اللي بتوجه تفكرنا في السؤال علشان نبقى عارفين احنا بنتكلم في انهي جزئية من المنهج تخلينا نعرف نفكر فين نفكر ازاي لحد ما نوصل للاجابة وبكده احنا هنكون نتعلمنا الطريقة الصح لقرية السؤال استخراج مفاتيح الاجابة الكيووردز وبطريقة الاجابة الصح كمان ده هساعدنا لو فيه اي سؤال احنا مش فاهمين ليه الكمبيوتر صحا حولنا وقال لنا ان الاجابة مثلا كانت ايه وانت عملها سي فانت هيكون ده ريفرنس ليك مارجع ليك لو فيه اي سؤال مش فاهمه في الهومورك تقدر تشوف فيديو الحل تعرف احنا ليه اخترنا السؤال ده بالطريقة دي طبعا ولو لسه ما فهمتش ليه اخترناه بالطريقة دي هيكون فيه جروب فيسبوك لينا جروب فيسبوك الهدف منو ان احنا لو فيه اي سؤال مش فاهمينه حتى بعد ما شوفنا فيديوun yard answer سواء من الهومورك او من بنك المعرفة نتكلم دلوقت احنا كمان بنحل اسئلة بنك المعرفة او لو فيه اي جزئية من الشرح لسه برضو مش واضح قوي بالنسبة لك او حاسس ان انت مش مجمعها احسن حاجة جروب فيسبوك بتكتب عليه اي استفسار اي سؤال ليك cioè من الهومورك سواء من اسئلة بنك المعرفة او من من الكويزز زي ما هنتكلم كمان شوية او من امتحنات الشهر ممكن من كتاب المعاصر ده كمثال من كتب خارجية ولكن مش مسموح طبعا على جروب الفيسبوك ان انت تحط اسئلة مجهولة المصدر اللي هو لقيتها كده على صفحة على الفيسبوك وخلاص او لقيتها على جروب على الفيسبوك او مدرس تاني كان بعتها للتلاميذ بتوعه ومواحد من التلاميذ بتوعه صاحبي فبعت ليس مفيش الكلام ده علشان نلمت الموضوع لان بيكون في اسئلة كتير غلط فالنص ممكن تشتتنا فاحنا ننكز على الحاجات الصح الحاجات اللي هتوصلنا زي ما قلنا لهدفنا من الاول وهو الفول مارك علشان كده اجروب الفيسبوك مسموح ان احنا نكتب اسئلة من الهومور بتاعنا بنك المعرفة الكويزز بتاعتنا امتحنات الشهر بتاعتنا وكتاب المعاصر طيب ليه يا دكتور كتاب المعاصر بس لان في كتب خارجية تانية من غير ما هنقول اسماء بيكون فيها كمية اجابات واسئلة غلط كتيرة جدا 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 وعن تجربة فعلشان كده احنا علشان نلمت الموضوع ده هو بس كتاب المعاصر من الكتب الخارجية احنا اصلا الهومورج بتاعنا ده بنحضره ازاي الهومورج بنجيب الكتب الخارجية التانية والنقي او نختار منها اهم الاسئلة اللي تكون صح مفيهاش افورة مفيهاش افتكاسات اللي احنا مش مطلبين بيها زيادة عن اللزوم في كتب تروح لبقيد قوي بالاضافة الى اسئلة المعاصر بالاضافة الى اسئلة النمازج الاسترشدية او الامتحانات التجربية لنزلة السنين الفاتت والامتحانات الفاينالز امتحانات اخر السنة لنزلة السنين الفاتت دور اول وتاني كل الكلام ده احنا بنجمعه هتلاقي متوزع على الهومورج اسئلة الكوز اسئلة امتحانات الشهر ففعلاً احنا على آخر السنة لما نوصل إن شاء الله لآخر السنة هتلاقي ان احنا حلنا كل امتحنات السنين اللي فاتت كل النماذج التجربية اللي نزلت سنين اللي فاتت الأسئلة بتاعت حاساس مصر اللي نزلت السنين اللي فاتت كل ده هتلاقي متوزع طول السنة طيب الهومورك بتاعنا احنا دلوقتي كده فهمنا الهومورك بتاعنا عبارة عن ايه ومتحضر ازاي والهومورك كافي مش لازم تشاتت نفسك فكذا مصدر بعد الهومورك قلنا أنه بيكون فيه فيديو جاهد انسر للهومورك خطوة بخطوة بعدهم هيكون فيه أسئلة بنك المعرفة فيه معلومات إضافية وأسئلة إضافية بر المنهج خالص احنا مش مطالبين بها موجودة في بنك المعرفة فهدي بقى واصفتنا برضو أنه احنا دخلنا على البنك المعرفة عدنا على كل الأسئلة اللي فيه واختارنا وحددنا الأسئلة اللي احنا متولبين بها طيب دكتور كده فيه اسئلة كتير قوي بزبط ما هو دا الهدف احنا عاوزين نوصل للفول مارك ولازم نتضرب علشان نكون مستعدين نوصل للفول مارك زي ما اسلا انت عاوز تعمل فورما في الجن فلازم تتضرب جامد قوي هو دا اللي احنا نعمله طول السنة بعد الاسئلة بتاعة بنك المعرفة اللي برضو هتحلها اونلاين وتتصحح اوتوماتيكلي هيكون في فيديو حال الاسئلة بنك المعرفة هنحله خطوة بخطوة سؤال بسؤال علشان نبقى فاهمين فكرة كل سؤال فيه بعد اسئلة بنك المعرفة وفيديو جاي الانسة اسئلة بنك المعرفة هيكون فيه كويزة على الحصة علشان نمتحن نفسنا بقى ونشوف احنا عملنا ايه في الحصة دي وجمعناها كويس ولا لا طيب بعد الكويز كرة احنا دا محتوى الحصة كذا حصة بقى مع بعض بيعملونا كورس والكورس هو شرح chapter مع عدة chapter 3 متقسم على ثلاثة كورس طيب بعد الكورس بيكون في امتحان شامل لان الكورس هو شرح بحيекстهر فأ homageنا كلما نخلص الشابتر هنمتحنا على كل الاخرناه يعني بعد ما نخلص الكوينص وتاع شابتر واحد هيكون في امتحان على chapter one بعد ما نخلص chapter two هيكون في امتحان على chapter oneand two. بعد ما نخلص اولasse형 سكرس ك Poland يكون في امتحان شامل على chapter one, chapter two بعد ما نخلص الكوينص التاله من chapter three سكرس ك Poland 1 و 2 و 3 من خلاص 테ابتر 4 هيكون في امتحان شامل على كل ما سبق فلقي خلينا طول الوقت ان احنا بنمتحن بنمتحن على كل حاجة فدائما المنهج هيكون حاضر في ذهننا مش هننسى اي حاجة طول السنة بنمتحن على المنهج كله من الاول و جديد فدائما مع المحاول grape will become حاضرة في ذهننا وطبعا بعد كل امتحان بيكون فيه video guide answer برده حيث ان انت خطوة بخطوة سؤال بسؤال هنحل الامتحان علشان تشوف لو انت كنت تغلط في اي سؤال ايه الصح بتاعه ايه الغلط كان عندك في التفكير هي الفكرة كلها دلوقتي احنا بنتكلم عن طريقة التفكير فتشوف احنا ازاي فكرنا في السؤال ده علشان نجوابه صح وايه اللي جابه صح طبعا كده احنا عرفنا تقسيمة المنهج على الويب سايت وازاي بنقسم المنهج على كورسات وكل كورس هو شرح تشابتر والكورس عبر عن حصص وفهمنا محتويات كل حصة فيديوهات شرح بعدين واجب بعدين فيديو حل الواجب بعدين اسئل البنك المعرفة فيديو حل اسئل البنك المعرفة بعدين كويزة على الحصة بعد الكورس في امتحان شامل طيب هنزاكر منين نيجي هنا للنقطة وهي الملازم بتاعتنا النوتس دلوقتي احنا الملازم بتاعتنا عاملينها كويس قوي بحيث ان هي تكون منظمة ومترتبة بطريقة سعرك على المذاكرة من حيث ترتيب المعلومات ومن حيث الديزاين كمان فعلشان كده تلاقي ان الكتب بتاعتنا مترتبة ومتنظمة بنفس الطريقة بتاعت فيديوهات الشرح نفس ترتيب المعلومات نفس الصور نفس كل حاجة اتقالت في الشرح هتلاقيها مكتوبة قدامك في الملزمة طيب ده هيفرم معنى في ايه ده هيفرم معنى جدا 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 في حاجة بنسميها الفوتو ممري الذاكرة التصويرية الصور اللي هتكون شفتها في فيديوهات الشرح بتلزق حرفيا في دماغنا وهي اللي هتربط لك المعلومات والكلام اللي تقال أثناء الشرح وانت بتذاكر يعني ايه يا دكتور يعني دلوقتي وانت بتذاكر وشفت الصورة حرفيا انت هتفتكر الكلام كله اللي تقال في وقت ما الصورة دي تعرضت في فيديو الشرح علشان كده الصور دي مهمة جدا انها تكون واحدة في فيديو الشرح وفي الملزمة نفس الكلام ترتيب المعلومات علشان كده النوتس بتاعتنا الملازم بتاعتنا مهمة جدا ان انت تذاكر منها علشان هتلاقي بنفس الترتيب بنفس الصور هسعرك جدا جدا في المذاكرة كمان هتلاقي في الملازم بتاعتنا في الكتب بتاعتنا Mind Maps يعني ايه Mind Maps يعني خرائق ذهنية ايوة ايه بردو هي حرفيا حرفيا بنفس الكلمة كده خرائق ذهنية احنا بنرسم المنهج كخريطة في دماغنا بنبتدي نربط المواضيع ببعض ونطلع قادي هنا المين topic نطلع منه التوبيكس الفرعية ونشوف كل topic ايه علاقته بباقي التوبيكس كل موضوع علاقته بباقي الموضوعات فنتيجة كده في الاخرى هتلاقي ان احنا رسمنا المنهج في دماغنا فعلشان كده Mind Maps بتساعدنا جدا 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 في ان احنا نربط الدنيا ببعضه ونبقى فاهمين العلاقة ما بين موضوعات المنهج المختلفة ثالث حاجة هكون موجودة في الكتب بتاعتنا بالاضافة الى ان الشرح والصور هم هما اللي استعملناهم في فيديوهات الشرح بالاضافة الى ان Mind Maps هتساعدنا ان احنا نربط الدنيا كلها ببعض ثالث حاجة هكون Glossary معجب يعني ايه دلوقتي بيكون فيه كلمات علمية مكتوبة باللتن لان اللتن هي اللغة اللي بنستعملها في الباليوجي لان اليداد لانجوج لو فاكرين الكلام ده بنقوله سنوي فاللتن هو ده اللي بنسامي بيه كل حاجة الفكرة بقى في ايه احنا مش دارسين لتن فعلشان كده في الثانولوجي احنا بنركز جدا 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 ان احنا نفهم Terminologist مصطلحات علمية نبقى فاهمين كل مقطع في الكلمة معناه ايه علشان ما نحفاظش وخلاص ما نلزقش الكلام وخلاص نكون فاهمين كل كلمة معناه ايه بالزبط فده اللي بيعمل هلنا الجلوسري وده اللي هنركز عليه في محاضرات الشرح زي ما قلنا ان احنا من الاساس وإحنا بنشرح بنشرح Terminologist ونفهم كل كلمة معناه ايه هتلاقي كلام ده مكتوب في الملازم في الجلوسري زي ما قلنا كل حاجة في محاضرات الشرح مكتوبة معاك في الكتاب بتاعنا علشان ما تشتتش نفسك طيب الملازم دي نجيبها منين الملازم بتتشحن بتوصل لحد باب بيتك انت كله عليك ان انت تطلبها من على الويبسايت وهيكون في بلايليست فيها خطوات كل حاجة ازاي تعمل اكاونت على الويبسايت ازاي تشترك في كورس ازاي تطلب الملازم كل الكلام ده يكون معمول في فيديوهات وموجود في بلايليست وموجود على الويبسايت في صفحة بنسميها الدعم والمساعدة مكتوبة بالخطوات وفيديو طيب ده كده الملازم بتاعتنا ريكب سريعا ما لازم فيها ايه ما لازم هيكون بنفس ترتيب الشرخ والصور اللي استعملناهم في الحصص هيكون فيها الماين مابس هيكون فيها جلوسري الملازم توصل لحد باب بيتك عن طريق الشحن كل اللي عليك ان انت تطلبها من على الويبسايت ودرجات كل الاسئلة دي سواء كانت الواجب بنك المعرفة الكوز الامتحانات الشهرية هتكون موجودة في البروفايل بيتج بتاعتك الصفحة الشخصية على الويبسايت وده اللي هيخلينا متابعين البروجرس بتاعنا مستوانة طول السنة عامل ازاي علشان دايما نبقى عارفين فين الويبسايت يعني ايه الويبسايت يا دكتور دلوقتي احنا عندنا امتحان شهر جاي مثلا فبنحضر له امتحان الشهر بتاعنا زي ما بنقول هو امتحان شامل على المنهج كله فعاوزين نراجع على المنهج كله ندخل على البروفايل بيتج نشوف فين الاجزاء اللي كانت درجاتنا فيها مش احسن حاجة مثلا درجاتنا فيها مش احسن حاجة الهومورك اللي معرفناش نحله احسن حاجة يبقى الجزء ده انا عندي مشكلة فيه لا ده انا محتاج اركز عليه اكتر الامتحان ده وتبتدي تشتغل عليه اكتر علشان تحسن منه ويصبط معاك وزي ما قلنا لو في اي جزئية لسه مش فاهمها لو في اي سؤال لسه مش فاهمه احنا معاك على جروب الفيسبوك 24 ساعة 7 ايام في الاسبوع اكيد مش هنسيبك لحظة مش هنسيب سطر انت مش فاهمه يبقى كل الدرجات بتاعتك موجودة في الرفايلبيج علشان دايما تكون متابع مستوك تكون عارف درجاتك طول السنة عاملة ازاي دي اول فايدة لان الدرجات كلها تكون موجودة في elرفايلبيج الفايدة التانية هي ان اولياء الامور يقدروا يتابعوا مستوى اولادهم طول السنة برضو يقدروا يتابعوا درجاتهم في كل حاجة كل الدرجات هنكون موجودة قدامهم مفيش حاجة مستخبية سواء واجب سواء بنك معرفة سواء كوز سواء امتا حنشاه طيب هل الكورسيس دي بقى هتبدأ امتى وازاي نقدر نشترك فيها اول كورس هو كورس شابتر 1 طبعا هيبدأ يوم 15-8 دي اول حصة كل اسبوع بعد كده هتنزل حصة كورس شابتر 1 عبارة عن 6 حصص هنكلم فيهم عن شابتر 1 طيب هل لما حصة جديدة تنزل الحصة القديمة هتتشال لأ كل الحصص بتفضل موجودة معاك من يوم اشتراكك ولحد نهاية السنة على خير ان شاء الله يعني معنا كده ان اول حصة في المرهج اللي هتنزل يوم 15-8 هتفضل مفتوحة معاك لحد يوم امتحان البالج مفيش حاجة هتتقفل مفيش حاجة هتتشال بحيث ان انت في اي وقت حبيت ترجع للشرح تاني موجود معاك تقدر تشوفه في اي وقت تذاكر في اي مكان في الوقت المناسب ليك بالمعدل المناسب ليك من غير ما نكون متأيدين في ترتيان بس والحصة هتتشال او في معاد لايف سابت لازم تشوف في الحصة بعد كده ما تقدرش ترجع لها تاني دايما تقدر تشوف الحصة في الوقت المناسب ليك بالسرعة المناسبة ليك كمان انت تقدر تتحكم في السبيد تقدر تشوف الحصة 1.25 1.5 2 فتنجز اسرع لو انت بتشوف للمرة التانية كل دي مميزات هتساعدنا كتير جدا خلال العام الدراسة طيب دا كده تفاصيل نظامنا هنكون شغالين ازاي على الويبسايت خلال العام الدراسة جديدة طيب خلال العام الدراسة جديدة بقى ايه المواضيع اللي هندرسها عاوزين نبقى oriented نبقى فاهمين وعارفين ومتوقعين ايه الحاجات اللي احنا ندرسها لان دا هيهيقنا ذهنيا المينسيت لازم تكون متزبطة ان احنا عارفين ايه الحاجات اللي احنا نغوتها وهنغوتها يمتى دلوقتي المنهج بتاعنا بشكل عام عبارة عن ايه؟ عبارة عن 5 chapters خمس فصول ودايما في كل chapter هتلاقينا بنكلم عن جزء plant وجزء human يعني مثلا chapter 1 هنكلم فيه عن support and movement الدعامة والحركة لان الاتنين مرتبطين جدا ببعض الدعامة ازاي كان الحي بيحافظ على هيئته وشكله الحركة ازاي كان الحي ممكن يتحرك وانا يفهم انواع الحركة كمان هو مش بس الحركة من مكان للتاني هتشوف وانا يفهم انواع الحركة فنكلم عن support في البلانت الدعامة في النبات ازاي البلانت بيعرف يحافظ على هيئته وشكله ويحمي نفسه ونكلم عن support الدعامة في الانسان ونفهم بعدين نكلم عن movement in plant ازاي نباتات تقدر تتحرك ونفهم ازاي النبات بيتحرك ونتكلم عن movement in man ازاي الانسان عند القدرة على الحركة ونفهم الماسكلر system يبقى دائما نكلم عن support في البلانت والمان الموفمت في البلانت والمان بعدين نكلم في chapter 2 عن hormonal coordination الهرمونز وازاي بتتحكم في القسم فلاقي ان في البلانت في حاجة شبه الهرمونز او الplant هرمونز بنسميها oxen وبعدين نكلم عن hormonal coordination in man وندرس ال endocrine system السيستم المسؤول عن افراز الهرمونز بنسميه endocrine system زي ما السيستم المسؤول عن الحركة وبيكون من العضلات بنسميه الماسكلر system السيستم المسؤول عن افراز الهرمونز بنسميه endocrine system ونفهم ال endocrine glands الغدد الصماء اللي بتبتدي تطلع هرمونز دا كده chapter 2 chapter صغير والازيز عبارة عن 3 حصص chapter 1 عبارة عن 6 حصص chapter 2 عبارة عن 3 حصص بعدين chapter 3 chapter طويل شوية عبارة عن 11 حصصة نتكلم فيه عن all reproduction in living organisms كلهم مش بس ال plant وال human لابا احنا نبتدي كمان من الكائنات الحقيقة الاقل من ال plants كائنات زي البكتيريا ونفهم زي البكتيريا بتاعمل زي yeast fungus وغيرها من الفنجاي فهتلاقينا في الشابتر دا نتكلم كمان عن كائنات اقل من ال plants زي ما بنقول طيب chapter 3 هنتكلم فيه عن انواع ال reproduction في حاجة اسمها asexual reproduction دا من مقطع a اللي في الاول معناها لا sexual يعني جنسي يعني فيه two parents male و female هيحصل ما بينهم sexual intercourse تزاوج يطلعون اوف سبرينج طفل زوار ال asexual يبقى لا مش sexual هو بيحصل ازاي ان فيه parent واحد هيبقى ثنين من غير ما يكون فيه parent تاني هو الوحده عند القدر ان يزود من عدده دا ال asexual reproduction هنتكلم عنه ونفهم تفاصيله بعدين نتكلم عن sexual reproduction هو دا بقى اللي هيكون موجود في ال plant والانسان في ال plant وال human ونفهم مقدمة عن sexual reproduction بعدين نتكلم عن حاجة اسمها alternation of generations يعني alternation of generations بص الاسم تبادل generations الاجيال تبادل الاجيال وده لان في ال life cycle في دورة حياته الكائنة الحية الوحدة هنلاقيين هو بيعمل asexual reproduction وasexual reproduction بيعمل النوعين علشان يكمل life cycle واحدة هو مش بيعمل يده يده هو بيعمل الاثنين علشان يكمل نفس life cycle يكمل دورة حياته فبنسميها alternation of generations تبادل الاجيال جيل sexual واجيل asexual وكذا نفهم التفاصيل بتاعته بعدما نخلص التلاتة دول ده كده الكورس الاول ناخد بقى sexual reproduction in plants بالتفصيل ده كده الكورس التاني هيكونه عبارة عن ثلاث حصص الكورس الاول عبارة عن اربع حصص كورس التاني عبارة عن ثلاث حصص sexual reproduction in plants بعدين الكورس التالت والاخير من شابتر ثري هنتكلم فيه عن sexual reproduction in man نفهم بقى التكاؤس والجنسي في الانسان ونفهم اذا الانسان بيعمل sexual reproduction ونمشي مع خطوات الـ 프�reignance الحدمي يبقى عندنا بايبي صغار جديد ونفهم تفاصيل كتير اوي جميلة جدا في شابتر ثري يبقى شابتر ثري أربعة ثلاثة اربعة ده كده التلات كورسات اللي هنتكلم فيهم على شابتر ثري بعدين شابتر فور هنتكلم عن الإميونيتي المناعة ازاي الكهنات الحياة بتقدر تدافع عن نفسها ضد الفيروسات ومسببات الأمراض هنتكلم عن الاميونتي ازاي الـ بيدافع عن نفسه ضد مسببات الأمراض وإزاي الهيومن بيدافع النفس ضد مساببات الأمراض وشابتر أكتر من رائع هو كمان ده شابتر فور هيكون وبرعا خمس حساس بعدين الشابتر الأخير معنا هو شابتر فايف شابتر الديين اي هنفهم إزاي في موليكيلز موجودة جوه نيوكليز بتاعتنا اسمها ديين اي بتتحكم في الصفات بتاعتنا إزاي ترتيب النيوكليتايدز يقدر يمالينا لون العين يتحكم في لون الشعر يتحكم في طول الإنسان مثلا إزاي الديين اي بيرتبط وبيتحكم في الهيومن نحن مش عايزين قسم أو لا 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 أنا عاوز دفضاء مثلا لونها بني فهبتدي يلعب في الجين بتاعال لون البشرة بتاع الدفضاء وخليه بني وهكذا هنبتدي نلعب بقى في الموليكولر تكنوليشي يبقى احنا هنتكلم عن البيزيكس في الاول وبعدين نبتدي نلعب في الدييني ده كده تشابتر فايف تشابتر الدييني هنتكلم في الست حصص عن الدييني بعدين المراجعات النهائية ان شاء الله وبالخريطة الزمنية اللي احنا حطناها للمنهج ان شاء الله باجازة نوص السنة بالامتحانات اللي في النص بكل حاجة هنخلص يوم واحد مايو اخر حصة في المراجعات هتنزل يبقى يوم واحد مايو اخر حصة مراجعات هتنزل ونكون خلصنا مع بعض ان شاء الله نوصل اليوم ده واحنا مجمعين المنهج كله في المغنى واحنا مزاكرين كويس قوي ومستعدين للمتحانات اخر السنة اللي هندخل واحنا هدفنا واحد بس هو نحنا نقفل ونجيب الدرجة النهية مستنيكوا في الويب سايت نبتدي نذاكر بزكاء نفهم البالجي ونحب البالجي ونقفل البالجي